السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن أصل وأصول وجنسية أكرم عفيفي أكرم عفيفي لعب منتخب قطر الذي سجل الهدف الأول في المباراة التي تدور الآن بين الأردن وقطر في نهاية كاث أسيا وكان اللاعب الذي أحرض هدف الأول كان محل اهتمام برغم شهادة المباراة لكن جميع يولدان تعرف عليه ويتساءل عن لاعب منتخب قطر أصله وجنسيته وزوجته وأولاد وغيرها من التساؤلات التي تجيب عنها لكم التقارير التالية نشأ أكرم حسن عطفيف يحيى عفيف وطرعرع في الدوحة من موليد 11 مارس عام 1995 ويبلغ من العمر 27 عاما يلعب حاليا مع منتخب قطر وندي الساد القطري في مركز لاعب الجناح لعب في فترة الشباب في أنديا مثل المرخية المكاديمية السباير إشبالي أسهل واحترف في نادي فياريال ليكون أول لاعب قطر يأخذ تجربة الاحتراف في الدول الأسباني لعب بقامس المتخب الوطني القطري الأول منذ عام 2015 ولد أكرم عفيف دوحال أب تنداني ومن جزور صومالية وأم قطرية من أصول يمنية تدواج والد أكرم من السيدة يمنية فايزة وكانت حصل على جنسية قطرية وقتها ويمتلك أكرم عفيف أربع أصول فاعلته كون والده تنداني صومالي وولدته قطرية يمنية من هي دوجة أكرم عفيف لعب قطر وندي الساد هل أكرم عفيف متزوج من ضمن الأسئلة التي شغل دائرة البحث في الساعات الماضية والإشارة أنه كما تقلق اللاعب مع متخب بلاده يصبح حديث متواصل على الساحة الاجتماعية بالأردن وبشأن حياته يا شخصية تضح أن أكرم عفيف متزوج بالفعل منذ دسمبر عام 2022 من حبيب الصغر ينشط أكرم عفيف في أعلان السكرام منذ 2014 ولكن حسابه خاص حيث تقام بإغلاقه مؤخرا وحتى تتمكن من رؤية منشوراته وتحدثاته عليه بقبول متابعتك له ويتمكن ذلك من خلال الذهاب إلى حسابه الرسمي والوحيد عبر الرابط الذي نضعه في الوصف هنا حقق أكرم عفيف مع متحب قطر أولى القابل السوية سنة 2019 بطولة كأس أسيا التي قيمت بالإمارات وفاز العنبي في النهاية على حساب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف وبذلك أنكم قدمنا لكم تقرير شامل وكامل عن اللعب الفنان أكرم عفيفي الذي أحرد الهدف الأول اليوم في مباراة قطر والأردن وانا تمنى لو طفيق وشكرا لكم